خذت بالنظام الفيدرالي حتى لا تزوب كدولة ولماذا تزول شوفوا الخلافة الإسلامية شوفوا الإسلام كم هو متطور لماذا كانت الخلافة الإسلامية في أغلب عهودها هي فيدرالية ومن زمن النبي صلى الله عليه وسلم ومن زمن النبي صلى الله عليه وسلم الرسول السلام حتى في الحرب هو فيدرالي حتى في الحرب فيدرالي الكتائب على شكل القبائل كل شيء قبيلة يقود قبيلته هذه معركة القادسية اللي فتحنا بها العرق معركة فدرالية الكتائب تقسمت على القبائل كل واحد يحكم قبيلته بل في الإسلام إذا نصراني أو مجوسي يدفع الجزية هو يحكم قوما هو يحكم دولته وتكون هذه الدولة ضمن الدولة الإسلامية تصور وابو سفيان دكتور لما ألمن دخل دار أبو سفيان فهو آمن ومن أغلق عليه بابه فهو آمن عشان عارف أنه سيد في قومه فأراد أن لا يتحرك بعد أن أسلم فأقربه على سيادته حتى في الإسلام بعض الأشياء الطريفة بعض الناس يقولون نحن نريد فدرالية حتى في الفكر هذا المصطلح ممكن أن يعبر فيشمل أشياء أخرى لكن لماذا الإسلام أخذ بالفدرالية السؤال يجاب عليه بسؤال كيف يمكن أن تحكم إمبراطورية بها خمسين ستين دولة وهذه الدول متعددة القوميات متعددة التقاليد والثقافات متعددة اللغات شون تحكمها أنت؟ متعددة الأديان متعددة المذاهب كيف يمكن أن تحكمها بنظام واحد إذا حكمتها مركزيا وفرقت عليها نظاما سياسيا واحدا أنت وضعت ألغام في هذه الإمبراطورية للتهشم والزوال والثورات عليك الفدرالية تريح هذه القوميات كل قومية تحكم نفسها حسب تواضعاتها وحسب ما ينفحها ولذلك